السلام عليكم صباح الخير عليكم صباح النور صباح الرزق والتيسير كي صبحتو اللباس عليكم كتيرين ما صحة اموركم بخير وعلى خير تصبحو وتربحو شاركت معكم الفيديو ديال اليوم من طبيلة ديال الفطور طبيلتين متواضعة كيفما كتشوفو على الصورة كويس ديال اتاي حريشة خويس ديالطار و شوية دي الزيتون الزيتون جبينة هاتش اللي قسم الله اليوم ادواء الفطور ديالنا شاركتو معكم بكل حب ونعيبة بنتي اخوتي كتكبلكم اتاي كان هدي هاد كويس ديال اتاي الجميل المتتبعين ديال اليوميات وميبو ايو وكن قوللكم صباحكم مبروك بصحة والسلامة والرزق والتيسير واهم حاجة خي اخوتي هي صحة وهذه هي الحريشة المعتمدة عندي اللي مكة تخطانيش وهذا الحسوة ديال الشوفان اخوتي مكة تخرج بزر ذيال وقت عشرة دقيق ما نشوفين تعمرو كويس ديالتي حتى كتكون واجدة ودبا مع البرد هي اللي تصلح لنا هكال الفطور مره مره كننوع بها وهذا الشي لقسم الله شاركت معاكم الطبيلة ديالي ونمشي معاكم من الغداء ان شاء الله ودبا اخوتي سنشارك معاكم الطريقة ديالي لدي العدس انا نقليه مواله كان دقيقة واحدة تنسى تقريبا 10 دقيقة وكن نحل كوكوط واجد طيب وزوين وطريقة معتمدة عندي لا تأخذ لكم الوقت هنا هي العدس غدث أخوتي سوف نفزق قبل سوف نقليه جئا ونفزق هنا ملحة منزلية ونضيف ملحة بحسب الضوك سنضيف ملحة نقص برو اضبط حضرات طحون اضبط حضرات طحون ستنضيف يوم مرات ما نضيف نضيفها قطعت ثلاثة الحبات الثومة نضيف الثوابيل نضيف حرير قليلا نضيف حرير اكبر نضيف الحرير نضيف الكوركوم المنزل الكامون اتمري الكامون هذا هو هو المتوابين مع واقع بلدية اضطل المنزل حركتها يجب أن يقوم بتقليق 1 دقائق أو 3 دقائق يجب أن يقوم بتقليق 1 دقائق يجب أن يقوم بتقليق 3 دقائق يجب أن يقوم بتقليق 1 دقائق أجل تقوم بتقليق 1 دقائق ثقوم بتقليق 3 دقائق نقشعها نقشعها سلطة باردة سلطة باردة نقشعها بقولة نطيبها ونجعلها قليلا لكن نفضل أني كل مرة نطيبها نضيفها خصوصا لأنهم يأكلها جديدة نضيفها 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 بالنسبة لعجين نضيفها 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 الأمر ثم نضيفها 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 وننشارك كنت تمنى انكم تجعوني باللايكات ديالكم بارتاج مع احبابكم ومع صحابكم لعلي خطكم عليا وكن بغين شكركم بزيف بزيف على الكلام الطيب اللي كتقولو في حقي وعلى التعاليق الظوينا اللي كتخلي وليارا كتفرحوني بها وكن نجوبكم كاملين ولي عنده اي استفسار ممكن انكم توصلوا معايا سواء على الصفحة ديالي في فيسبوك او الانستغرام تنجوب البنات كنحضر مع اخوات كاملين اللي يسولون فيها نقول لكم دائما الله يسول فيكم الخير والرحمة شكرا لكم بزيف بزيف نبدأ نيجرة اليالي الطيب و هانتم معايا بالنسبة لخوتي القوتي عندي هنا يحرائشة هانتم معايا بالنسبة لها الحرشة هادي ديال دقيق ديالدره هانتم معايا هادي راها معتمدة عندي ولا تغير كتسالي كنصيبها لان كان عندي واحد شوية ديال دقيق ديالدره بلدية وكنتحطها في المجمد وبما انتم ما كتعرفوا دابا ان كيف ما كتشوفوا هاد البواطات هادو كندير فيهم بحال هادوه مكبر كندير فيهم هاد كلب البولة كندير فيهم دقيق ديالدره كندير فيهم نخالة الحمراء وذلك شي كيشدوا لي واحد الميسحة كبيرة هكاية في المجمد فاقد ببدايت كنخوي كندير في الحياة كندير في هدوه حمراء ههدك الليل البولة كندير في الحصوه هكا كندير في هدوه كندير في الحياة الحديرات ديالرمضان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عن guerفل قناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوف نقوم بمشاركة ونقوم بمشاركة الحمد لله إذا قمت بصورة أخرى سوف نشاركها معكم العجينة نقرسها في الثقائق القمح الكامل بالنخالة سوف نقرسها ونقرسها ونقرسها من الغضاء سوف نطيبها كما قلت لكم سوف نقرسها أو خبز ونقرسها 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 سوف نقرسها 5 دقيق بمشارة سوف نقرسها من الماء سوف نقرسها لنقرسها ونقرسة ماء ونقرسها ونقرسها نقرسها ونقرسها 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 سوف نشاركها معكم كل شيء سوف نشاركها نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف زيت نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة نضيف الملحة نضيف ملحة نشحر سوف نقطعها رقيق اضافة سوف نشارك معكم بشكل نهائي الغذاء اليوم بدون اللحوم و متنوع خصوصا الناس الذين لديهم فرقة الدم بالنسبة لبقولة سوف نشفت من الماء سوف نحط على الغذاء سوف نضيف الغذاء عدس كي جزوين كيف تقليه مواله نستطيع كل شيء في دقة واحدة و البقولة سوف نضيفها سوف نضيفها لأنها لا توجد كثير كيف تتعرفون كل شيء سوف نضيف ماء سوف نضيف ماء سوف نقاس و ناكله السلاطة بصيلة زيتون نضيف كامون والخل جزوينة وخبيز الزرعات والماء سخنته في البانيوم يرجع بحلعات جديدة على أخوتي البارح ما زال ما طيبتوش هذا هو الغذيوة بدون لحوم أتمنى يعجبكم الفيديو اليوم و لا تبخلوش عليه باللايك بارتاج مع أحبابكم و مع أصحابكم ونطلقاكم ان شاء الله من وراء الغذاء سوف نطيب الخبز سوف نكمل معكم تثيمة الفيديو بصحة نحن الغذاء لا تنسوا اللايك خبيزات من بعد ما طيبتهم كانوا على هذا الشكل يأتيون مرين و زوينين مشالي المقطع ديالهم كنت كنت تفرج دابا في واحد اللايف وشتشي غروض اللي انا واقف عليهم فنخرج دابا ان شاء الله سوف نمشي عند باهي مول في البرنوسي و ان شاء الله سوف نشارك معكم شنو سوف نأخذ من عنده ما بقى لي إلا نقول لكم دومتم في رعاية الله و حفظ ينطلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد روتين جديد لا تنسوش لي البصيمة الله يجزيكم بخير و يحفظكم يا ربي استودعكم الله الذي لا تضيعوا و دائعوا السلام عليكم و رحمة الله موسيقى